السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين بعون الله وتوفيقه ستكون هذه اللقاءات ضمن سلسلة الدروس المقامة في هذا البرنامج العلمي بإشراف الرئاسة العامة للحرمين الشريفين سائل الله سبحانه وتعالى يجزيهم خير الجزاء على ما يبدلونه من نشر العلم يمنه وكرم أسأله سبحانه وتعالى ذلك إنه جواد كريم وسوف تكون هذه اللقاءات ضمن مجالس في رسالة مختصرة للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله هذا الإمام الكبير أنه توفى سنة تسع عشرة وبعد المئتين وهو من أجل شيوخ البخاري وبه صدر البخاري رحمه الله صحيحه في روايته عنه وسوف تكون هذه الدروس بعون الله سبحانه وتعالى في رسالة له مختصرة سمها أصول السنة وهذه الرسالة في آخر مسنده مسند الحميدي والحميدي رحمه الله إسناده عال وقد طاف البلاد وحفظ العلم ونصح للأمة رحمة الله عليه ومن أعظم النصح ما دونه وكتبه وخصوصا ما ختم به هذا المسند بهذه الرسالة المختصرة الجامعة اجتملت على أصول عظيمة وقد روى عنه يعقوب بن سفيان النسوي ويقال البسوي ويقال الفسوي رحمه الله تفى سنة سبعين وسبعين ومئتين وهو من كبار تلاميذه قال حدثنا الحميدي وما رأيت أنصح للإسلام وأهله منه ولا شك أن هذا ظاهر في مصنفاته ومصنفات علماء الإسلام في نصحهم في بيان الدين وبيان ما يجب اعتقاده لأن هذا هو أعظم المهمات وأعظم المطالب وأشرفها وهو الذي تهوي إليه القلوب وتهوي إليه النفوس ولا تطيب حياة المسلم إلا بهذا الاعتقاد العظيم في الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته فهو أشرف المطالب وأعظمها وقد بيّنه سبحانه وتعالى في كتابه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وأجمع على هذه الأصول أهل السنة والجماعة رأسهم الصحابة رضي الله عنهم بتلقيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك التابعون ساروا على هذا الطريق كما قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ومتبعوهم بإحسان على هذا الدين وهذه الملة ولا شك أن هذا المطلب من أعظم المطالب وأشرفها وبيانه من أهم المهمات وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل العلم قد بيّن أمورا يسيرة في أبواب الأحكام الشرعية في أبواب الطهارة وأداب الخلاء وأحكام كثيرة في الطعام والشراب وأداب اللباس وأداب الدخول والخروج واللقاء مع الأصحاب والأهل وفي المناسبات وما يشرع للمسلم مع إخوانه لا شك أن بيانه لما هو أعظم وأجل وما هذه الأمور التي بيّنها وفصلها إلا فروع عن ذلك الأصل عظيم وهو أهم المطالب وأعظمها وهو ما يجب اعتقاده في الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي أسمائه وفي صفاته ولهذا قال من المحال أن يبين عليه الصلاة والسلام هذه الأمور التي هي من أهم المهمات ويهمل ذاك الباب ولا يبينه وهذا محل إجماع من أهل العلم ولهذا فإن أهل البدع وأهل الضلال المنحرفون عن طريقة كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسوله صلوات الله وسلام عليه الواضحة البينة يعني حاصلوا قولهم وحاصلوا بحوثهم وكلامهم أن الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لم يبين هذا الباب وتركاه ملتبسا مشتبها ليس ببين ولهذا يريدون الشبه الباطلة بل الشبه المضحكة في ردهم وصدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى وتأويلهم بل تحريفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتحريفات باردة لا تروج إلا على الجحال فلذا كان هذا الباب من أعظم ما يبين ولأنه الغاية في عبالة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والله سبحانه وتعالى قد أتم الدين وأكمل النعمة وأكمل الدين وأتم النعمة قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فكيف يكون دين بعد هذا الدين الذي حفظه الصحابة رضي الله عنه ولهذا لعن كثير من السلف هذه البدع وقالوا إنها مولدة وأن خروجها بعد ذلك خروجها بعد ذلك كاف في بيان بطلانها ومعنى ذلك أن الناس كانوا على غير هدى وعلى رأسهم والصحابة رضي الله عنهم حتى خرج هؤلاء حتى خرج هؤلاء ودعوا ديناً على غير الدين الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنه ومن اتبعهم بإحسان ولذا صح عن أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله الإمام الكبير من رجال الجماعة من الطبقة الخامسة وأدرك سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه لما روى حديث القدر روى حديث القدر وأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ثم قال رحمه الله لعن الله ديناً أنا أكبر منه لعن الله ديناً أنا أكبر منه يعني أنه ولد قبل خروج هذه البدع لأنه توفي سنة مئة وأربعين بين مئة وثلاثين ومئة وأربعين وهذه البدع خرجت بعد ذلك ومن ذلك بدعة وهو يقصد هذه البدعة بدعة نفي القدر نفي القدر وستدعلا تأتي الإشارة إليها في حديث ابن عمر لأن المصنف أو لأن الإمام أبا بكر الحميدي رحمه الله صدر رسالته بهذا صدر رسالته بهذا القول فلا شك أن بيان هذا الباب وإضاحه من أهم المهمات وإلا فكيف يترك ملتبساً مشتبهاً ثم يدعي هؤلاء أنهم ذكروا ذلك ولا شك أنه يلزم على قولهم لوازم باطلة ذكرها أهل العلم وليس الغرض لشاره إليها فقد بيّن أهل العلم ذلك وألزموهم بهذا لزوماً لا محيداً عنه وسبب ذلك هو عراضهم عن دين الله عراضهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن ما أجمى عليه الصحابة والتابعون بعدهم هذه الأصول العظيمة هذه الأصول العظيمة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما عليه الصحابة والتابعون ثم إجماع المسلمين على ذلك هذه الأصول الأربعة هي الأصول التي فيها النجاة فيها السلامة فيها السلامة في الدنيا والآخرة تسلم لك دينك وتلقى ربك سبحانه وتعالى على هذا الاعتقاد المبني على كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم عليه ولهذا حذروا من هذه البدع حين خرجت ولهذا ذكر بعض الأئمة منهم الإمام هبة الله هبة الله بالحسن إلا لكاء الإمام المشهور متوفى سنة ثمانية عشر واربعمائة فهو من علماء القرن الرابع عشر وأواء القرن الخامس عشر إذ أشار إلى شيء من هذه المعاني وأن من أعظم أشباب هذه البدع هو أن هؤلاء عارضوا دين الله عارضوا كتاب الله فهم يعارضون فغاية كلامهم المعارضة غاية كلامهم تحريف النصوص كيف تكون كيف يكون الأمر في هذه النصوص الواضحة البينة المقطوع بها والتي لم يقع فيها خلاف بين الصحاب الأجمع عليها ثم يأتي هؤلاء يتأولونها بمجازات باطلة وأقوال مضحكة وكلها مأخوذة عن أعداء سولها مأخوذة عن أعداء الدين هذا هو بحثهم وهذا هو ديدنهم ومما قال رحمه الله أن دأبهم أن فكرهم دائب في تجبير مملكة الله في تجبير مملكة الله وأنه وكل الأمر إليهم وأن هذا كيف يكون في عقلهم المغلوب ونظرهم المغلوب فإنه لا يكون إلا عن عقل مغلوب وعن فكر مغلوب لا يؤدي إلا إلى الضلال المبين ثم ذكر رحمه الله ما أجمع عليه السلف على هذه الأصول العظيمة والإمام بكر حميدي رحمه الله أشار في أول ما أشار إلى هذه المسألة وأنها مما أجمع العلماء عليها لأنه جعلها من أصول السنة رسالة هذه رحمه الله اسمها أصول السنة وقد اتفق أهل العلم ممن جاء بعد على نسبتها إليه وذكروا أصولها وهي موجودة في آخر كتابه أصول السنة ونسبها إليه ونقلوا عنها واتفق نقلهم عنها مع اختلاف البلاد والأمصار في هذه الرسالة المختصرة منهم الإمام بن قدامة رحمه الله تفى سنة عشرين بعد ستمائة ومنهم كذلك الإمام إذ ذهب يمتفى سنة ثمان واربعين وسبعمية وغيرهم كثير ذكروا هذه الرسالة ونسبوها إليه وهي أصول السنة ونشرى بعون الله سبحانه وتعالى في الإشارة إلى شيء من كلامه والتعليق عليه قال رحمه الله السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره هكذا أهل السنة أهل الإسلام يفتتحون هذا الباب بقولهم السنة لأن هذا هو المهيع وهو الطريق في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن من خالف هذا الباب فقد ظل عن الصراط المستقيم والمعنى أنه يجب على المسلمين الإيمان بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن أعظم الأصول في هذا الباب الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر قد جاءت به النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وأجمع المسلمون عليه فقال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال سبحانه من نطفة خلقه فقدره وقال سبحانه وجئت على قدر يا موسى فأجمع المسلمون على هذا وأن الله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير الخلائق وله مراتب ولعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله فيجب الإيمان بالقدر وجاءت الأخبار بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من رواية عمر الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنهما من حديث ابن عمر حديث ابن عمر وفيه لما جاء جبرايل عليه الصلاة والسلام في حاله الطويل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال في آخره أن تؤمن بالقدر خيره ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره تؤمن بالقدر خيره وشره ولفظ خيره وشره ليست عند المخاري إنما هي عند مسلم وكذلك رواها غير مسلم فالشاهد أنه قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره فهذا أصل عظيم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهذا فرع من فروع الإيمان بالله فالإيمان بالله يشمل هذه الأصول العظيم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والأنبياء والإيمان باليوم الآخر والموت والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره وكذلك في الرواية الأخرى حلوه ومره حلوه ومره هذه وردت في رواية لكنها لم تثبت ودل عليها قوله خير أن تؤمن بالقدر خيره وشره أما كلمة الحلوه ومره هذه جاءت من حديث ابن عمر عند ابن حبان وجاءت أيضا عند الطبراني في الأوسط من حديثه وإسنادها ضعيف وجاءت من روايات أخرى وهي في الحقيقة كالخصوص بعد العموم من الخير والشر من الخير والشر خيره وشره فيؤمن بجميع قدر الله سبحانه وتعالى هذا هو الواجب عليه الواجب عليه أن يؤمن بكل ما قدره الله سبحانه وتعالى وحلوه ومره حلوه ومره حلوه مقابل الخير ومره مقابل الشر فهو لا يدري فيما هو الخير وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم والعبد قد يصيبه شيء من الشرور في الدنيا وشيء من المصائب قد تكون هذه الأمور وإن كان في ظاهرها الشر فإنها تكون خيرا له وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكانة وحفت النار بالشهوات فهو حين يصاب بشيء من الشدة والمصائب فإنه يؤمن بذلك ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى وهذا ما كان من باب المصائب أما ما كان من باب المعائب والذنوب فإنه مؤاخذ عليها مذنب بها عليه التوبة فإذا كانت من باب المصائب والشدائد مما يصاب به العبد وكذلك عمو المصائب في الدنيا فمما يصابه من أمراض وشدة وفقر نحو ذلك فإنه وإن كان شدة وشر لكن مع صبره واحتسابه قد يناله من طيبها والأنس بها والسعادة بها ما يعجل الله له بذلك يعني بالصبر والاحتساب من الحلاوة والطمأنينة ما يأنس به وعكس ذلك قد يكون في باب الرخى في باب الرخى مما تحلو به دنيا فإن كان هذا الشيء مما يعاب عليه من الشهوات المحرفة مذنب آثم وإن كان من باب السعى في الدنيا والتنعم بطيباتها واتخذها طريقا إلى رضا إلى رضا سبحانه وتعالى كانت خيرا إلى خير وإن كانت من باب المعاصي والضنوب فإنها تكون شرا عليه وإن كانت يعني وجد حلاوتها فإنها حلاوة ساعة تعقبها آلام ولذات والألام والشدائد هي في الآخرة إن لم يتوب منها وكذلك قد يقع أثر هذه الألام في الدنيا كما هو مشاهد لأن من انحرف عن دين الله وخالف أوامر الله سبحانه وتعالى فصادم بفطرته ما شرع له من الإتيان بالواجبات والانتهاء عن المحرمات الشاهد أنه يؤمن بالقدر خيره وشره يؤمن به إيمانا تاما لا يفرق بين قدر وقدر وهذا الأمر قد وقع فيه من بعض أهل البدع إنكار له فمنهم من بالغ في الإنكار وهم قوم قد ظلوا ظلالا مبينا ظلالا عظيما وقد كفروا بذلك وهذه الفرقة قد اندثرت وذهبت ولها ذكر أهل العلم أن القدرية على مرتبتين القدرية نفاة العلم والكتابة والقدرية نفاة المشيئة والخلق لأن مراتب القدر كما سيئت إن شاء الله أربع مراتب فالقدرية الأولون الذين خرجوا بعد ذلك وقالوا الأمر أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم لا يعلم الأمور إلا بعد والوقاع إلا بعد وقوعها هؤلاء غلوا والعياذ بالله في النفي حتى نفوا علم الله سبحانه وتعالى فهم نفوا العلم ويستجم على نفي الكتابة نفي الكتابة فهؤلاء قد انقرضوا لكن بقي منهم فرقة ثانية وهم القدرية النفاة لعموم المشيئة والخلق على مقتضى ما قدره سبحانه على مقتضى علمه سبحانه وتعالى وما كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ولهذا قال أهل العلم كلمة الشافعي وغيره من أهل العلم حين نبغت هذه الفرقة قال الإمام الشافعي خاصموهم بالعلم أو ناظروهم بالعلم يعني هؤلاء الذين يقولون نثبت العلم والكتابة لكن ننفي عموم المشيئة والخلق فيقول ناظروهم بالعلم قولوا لهم هل الله يعلمها يعني هم يقولون إن أفعالنا تقع بمشيئتنا بغير مشيئة الله ونحن نخلوقها فهم ينفون المشيئة وينفون الخلق والتقدير لها على وفق ما علمه سبحانه وتعالى وما كتبه في اللوح المحفوظ فإن قالوا أن نثبت العلم والكتابة فإن قروا به خصم لأنه إذا وقع المقدور بفعلهم وأن الله لا يوقعه يلجمهم بذلك أن ينفو العلم لأنه من لاجم علمه بذلك وكتابة لذلك أن يكون وقوعها بمشيئته سبحانه وتعالى لأنه علمها قبل وقوعها وكتبها قبل وقوعها فإذا آمنوا بهاتين المرتبعتين لجمهم أن يكون يقول إنها بمشيئته وإن وقوعها بقدره وتقديره خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى فإذا أثبتوا العلم والكتابة ونوه المشيئة كان تناقضا ولهذا قال رحمه ناظروهم بالعلم فإن قروا به خصموا إن قروا بالعلم فع ذلك سلكوا طريقة أهل العلم وأهل السنة والجماعة ومجمع للصحابة وإن نفوه أو جحدوه كفروا وهذا لازم لهم لا محيد لهم عنه فلهذا قرر رحمه الله ذلك وأن الواجب على عبد أن يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وتقدم أن كلمة خيره وشره رواها الإمام مسلم من حديث ابن عمر وكذلك رواها الإمام أحمد من حديث عبد الله ابن عامر وهو بإسناد صحيح إلى عمر بن شعيب إليه ورواه عمر بن شعيب رواها عمر شعيب أبو حاز متقدم إشارة إليه وفيه ذكر هذه المرات وكذلك رواه أحمد من حديث بن عباس برواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن بن عباس رضي الله عنهما وهذا سند حسر رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب جيدة كما أشار إليه الإمام عبد الحميد بن بهرام مدائن ثقة وشهر بن حوشب متكلم فيه صدوق له هامر وله مسلم لكن يقول نحمد رحمه الله كلاما معناه إن رواية عبد الحميد بن بهرام عنه أقوى من رواية غيره وخصوصا أن هذا الخبر له شواهد صحيحة وشواهد حسنة ورواية المتقدم الهتوبي حاجم عن عمرو شعيب إسناد هذه الرواية التي ترجع عمرو شعيب أقل حوالها أن تكون حسنة وقد احتج بها العلماء أما حلوة مرة كما تقدم فهي رواية لا تثبت لكنها خصوص بعد عموم من قوله خيره وشره فالقدر نؤمن به بخيره وشره وأن الله سبحانه لا يخرج عن مشيئته شيء مشيئته وعندنا مشألتان المشألول القدر والمقدور أو القضاء والمقضي وعندنا مراتب القدر أولا القدر والمقدور القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى وهو فعله وهو فعله والمقدور هو مفعوله ومفعوله ومفعوله وتعالى قدر هذه الأشياء قدر هذه الأشياء فنفس التقدير هو خير والله سبحانه وتعالى قدرها وعلمها وكتبها أما نفس المقدور نفس المقدور فقال النبي وسلم عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك والشر ليس إليك فالعبد هو المصلي وهو الصائم وهذا يثنى على العبد فيه لأنه اتفقت فيه المشيئتان مشيئته العامة والإرادة الكونية والإرادة الشرعية والمشيئة عندها العلم لا تكون إلا مشيئة عامة مشيئة عامة هو يترادف الإرادة الكونية أما الإرادة فإنها تكون إرادة كونية وإرادة قدرية فالإرادة القدرية هي تقدير جميع ما في الكون كل ما يقع في الكون خير وشر فإن الله سبحانه وتعالى قدر والإرادة الشرعية فهي ما أراده سبحانه وتعالى مما أمر به وأحبه فالإرادة الشرعية اجتمعت فيها الإرادتان اجتمعت فيها الإرادة الشرعية من كونها محبوبة مرادة محبوبة مأمورا بها والإرادة الكونية من كونها مرادة ولهذا ما وقع من هذه الإرادة الشرعية الواقع من التمع فيه الإرادتان وما أمر به سبحانه وتعالى فلم يقع فإنه فما أمر به سبحانه وتعالى فأراده كونا لكنه لم يريده كونا سبحانه وتعالى وما كان من الشرور فإنه لم يريده شرعا ولم يحبه ولم يأمر به وأراده كونا سبحانه وتعالى فالقدر بمعنى نفس الشيء الذي قدره سبحانه وتعالى وهو التقدير والمقدور هو المفعول فهو المفعول والتقدير المقدور هو المفعول وهو المقضي فاختلفوا فقال علماء هل هناك فرق بين القضاء والقدر القضاء والقدر يوجد فرع على هذه المشألة من أهل من قال إن القضاء والقدر شيء واحد شيء واحد ومنهم من قال إن القضاء هو السابق والقدر هو اللاحق كما قال شمه وخلق كل شيء فقدره تقديرا فخلق يعني قضاء خلق هذا وقدره تقديرا هو وقوعه ومنهم من قال القدر هو السابق والقضاء هو اللاحق وهذا اختلاف لا يترتب عليه شيء من جهة أن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء كلها ولا يقع في الكون شيء إلا بعلمه سبحانه وتعالى والمشألة الثانية مراتب القدر مراتب القدر المراتب القدر كما تقدم أربع مراتب المرتبة الأولى مرتبة العلم المرتبة الثانية مرتبة الكتابة المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة العامة المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد المرتبة الأولى هي مرتبة العلم فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عديد وسع كل شيء عنه سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه خافية قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فاجتملت هذه الآية العام على هاتين المرتبتين أولها على المرتبة الأولى وهو مرتبة العلم العام الذي لا يفؤل العلم بكل شيء والله سبحانه وتعالى بكل شيء عديد وفي آخرها في كتاب مبين وقال سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة والأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرها إن ذلك على الله يسير فبين سبحانه وتعالى أنه قد كتبها بعد وعلمها سبحانه وتعالى ثم كتبها وفي صحيح موسى عبد الله العمر إن الله قدر مقادر خلق قبل أن يخلص السماوات بخمسين ألف سنة في صحيح موسى وعند أحمد وعند أبي داود بإسناد جيد من عبد الله الصامت أول على الخلاف في ضبط أول أو أول ما خلق القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة فهذه هي المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة وهتان المرتبتان وهتان المرتبتان كما تقدم من ينكرهما إن دثروا ولم يبقى منهم أحد وأما المرتبتين الأخرين فأناس من القدرية أنكروهما وتقدم كلام الشافعي رحمه الله ومنهم أو أول من أظهر هذا معبد ابن عبد الله الجهاني وهذا غير معبد عبد الله الجهاني صحابي هما إثنان التبس في بعض التراجم فظن أنهما واحدا أنهما واحد وهما إثنان الأول هو معبد ابن عبد الله الجهاني الصحابي أحد الأربعة الذين أمسكوا اللواء اللواء بن جهينة يوم فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي جريته في سنة ثنتين وسبعين وهذا متأخر بعد ذلك وتوفي سنة ثمانين وقيل قتل إما الحجاج أو غيره على إثن هذه البدعة المضلة وإصرار عليها وتلقى عن هذه البدعة عمر بن عبيل وقال كلاما قبيحا كلاما قبيحا هو أول ما ظهر هذا في البصرة وتلقى عنه ناس من أهل بدع ولهذا لما ذكر عمر بن بيد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أن الله سبحانه يرسل الملك الحديث كما في الصحيحين وفيه أنه قال إنه قال لو لقيت الأعمشة لكذبته يعني هذا الحديث ولو لقيت ابن سعود لم أقبل منه ولو لقيته رسول الله عليه الصلاة والسلام لرددته أو لرددت عليه ولو لقيت الله سبحانه وتعالى لقيت ما على هذا أخذ علينا عهد هذا كلام قبيح وهذا يبين ما كان عليه الصلاة والله عليهم يحذرون من أهل البدع وأهل الضلال لماذا؟ لأنهم يخاصمون كتاب الله لا يخاصمون به الواجب أن تخاصم بكتاب الله وأن تحتج بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن تخاصمهما وأن ترد عليهما فإن مخاصمة كتاب الله ورد كتاب الله كفر مبين وهم يقولون كلاما هو في معنى المخاصمة يأتون إلى آيات واضحات بينات أسلطون عليها أنواعا من المقولات الباطلة المقولات الهجيلة المقولات المضحكة ولهذا أهل العلم حذروا من مناظرتهم حذروا من المباحثة معهم لأن المناظرة تكون حين يكون الكلام معقولا حين يكون الكلام له وجه لكن حين يكون الكلام باطلا حين يكون الكلام جدالا في أمور ظاهرة بينة مقطوع بها فإنه حين تشاع وتظهر فيظهر المناظر لهم كأنه ند له وكأنه خصم له وكأنه صاحب حجة ولهذا قد يخدع بها غمار الناس وعموم الناس وذلك أنك حين تخاصمه وتظهر حجته وتجعل حجته مقابل حجتك في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويذكر أقوالا باطلة أقوالا لا يقبلها فطرة ولا عاقل لكن الشبهاء البدع خطافة ربما تصل إلى القلوب ولهذا حذر أهل العلم من مخاصمتهم ومن مجالستهم ولذا الصحابة رضي الله عنهم سدوا هذا الباب فلم يفتحوا بابا من هذا بل أماتوا البدع وردوها وعمر رضي الله عنه وقع له ذلك مع صبيخ صبيخ في قصته المشهورة لما كان يناظر في بعض الآيات يسأل مع أنه لم يكن على الوجه الذي عن البدع والضلالة إنما بعض الأمور التي وقع في شيء منها نوع شبهة عمر رضي الله عنه لم يدعو أحدا من الصحابة ليناظره مع أن ما يورده من هذه الأمور مشتبهة لو دعا أي أحد من الصحابة لبينها له لكن لظهور بطلانها وأنه لا يعارض بها وأن إقامته مقام المناظر الذي يورد حجه وتورد عليه قد تشبق هذه الأمور وتكون شبهة مع أنها في الأصل حجة باطلة قد تشبق إلى القلوب والنفوس ولهذا أمر عمر رضي الله عنه دعاه ثم أدبه وضربه مرة ثم مرتين ثم الثالثة ماذا قال بعد ذلك؟ قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني يعني لا تؤدبني بهذا أما الذي في رأسي فقد ذهب رضي الله عن عمر رضي الله قد علم أن المسألة تعود إلى شبهة باطلة معها شيء من الشهوة يحدوها الشهوة ويسوقها الشهوة وربه هناك مقاصد لا تحسن فلهذا عمر بنظره وبصيرته رضي الله عنه وما جاء عنه عليه الصلاة والسلاة في الثناء عليه وأنه محدث دعاه رضي الله عنه فأدبه وكان الحجة معه هو التعزير الحجة معه هو الأدب فلذا كان هذا من أعظم الدواء فمقرعة عمر تستعمل في هذا الباب لكن بعد ذلك اضطر أهل العلم لما كثرت الشبه وظهرت وصار لها أتباع احتاجوا أن يردوا هذه الشبه وهذا الباطل بالأذلة البينة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام لأنها شرت إلى النفوس وشرت إلى القلوب وكثرت البدع وقلت السنة في بعض النواحي وظهرت الأهواء وكثرت الجفاء وهذا كله مع قلة السنة وقلة العلم وكلما ظهرت بدعة ربما تخفى سنة لأنه حين تظهر البدعة تترك سنة مكان هذه البدعة فبين العلم ورد هذا الباطن لكن الشأن بيان أن فتح الباب دائما معهم على وجه المناظرة هو سابع إلى ذلك فيكون بقدر الضرورة وبقدر الحاجة إلى ذلك فعودا على باد وأن المراتب أربع العلم والكتابة ثم المشيئة العامة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فمشيئته سبحانه وتعالى عامة نافذة وأنه لا يقع شيء لم يشاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فهذه مشيئة عامة والخلق والتقدير كما قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقدير وقال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقدير وقال سبحانه كما تقدم وجئت على قدر يا موسى فهذه هي مراتب القضاء والقدر التي ذكرها العلم وجاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهذه هي الأصول في هذا الباب أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسلاج منه وكرمه وبإذن الله سيكون تمام الكلام في المجلس الثاني أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم تغفيق والسلاة والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد